نكمل أخبارنا مع حضراتكم وروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي أبدأ غضبه أبدأ غضبه بسبب حاجة مش حلوة مش منه مننا هو متضايق أنه في نقص في ملابس لعبي المنتخب الأولمبي في المعسكر الحالي وعدم حصولهم على ملابس من الشحنة الأخيرة اللي تسلمها اتحاد الكرة مؤخرا الشحنة الجديدة معظم اللي فيها أو الملابس اللي فيها راحت ليه المنتخب الأول هو ده اللي مدايقه بصراحة تفصيلة مش حلوة مش حلوة يعني في حاجات بص إحنا كاكاك اتحاد كرة ودايما بقول كان فيه أخطاء وبدأ يتم تصحيحها روايدا روايدا فهندعم ونساند بس يا جماعة الحاجات دي صغيرة الحاجات دي صغيرة لمها على طول ومن زعلش الراجل في بداية مشواره على حاجة فرعية جدا يعني هو مزعل على معسكر هو طبعا كان زعلان ان ما فيش مباراة وداية بس خلاص اتحاد الكرة يعني هيبدأ ينظم له مباراتين ودايتين مع المنتخب البنيني لسه لم يعلم هذا الأمر بشكل رسمي ولكن الكواليس أولينا احنا في رقم 10 عرفنا انه المنتخب او اتحاد الكرة هيهدي هيهدي الراجل مباراتين ودايتين يوم 22 و 26 سبتمبر الجاري عشان يحتوي غضبه في الفترة الأخيرة وعدم حسم موضوع الوديات حسم الأمر خلص دي الحاجة اللي ممكن نتكلم فيها عايز وديات فتقول لي لأ لأ ينفع مفيش وقت نقعد نزعل ونتدايق من بعض بس مش هنتدايق عشان ملابس يعني مش هنتدايق مش همشوار هو اللي غلطان احنا نوفر كل الحاجات دي عشان دي الحاجات البديهيات طبيعي يعني